أعلن الجيش الوطني مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشي الحوثي الانقلابية في معارك شرقي محافظة الجوف وقال مصدر العسكري نقوات الجيش المقاومة نفذت هجوما نوعيا على مواقع الميليشي الحوثي الانقلابية في منطقة دحيضة شرق المرازيق وأضاف المصدر أن العملية أسرت عن مقتل وعصابة عدد من عناصر الميليشي وبثت الرعبة في أوساط من تبقى من عناصر الميليشي التي فرت من أمام أبطال الجيش المقاومة هذا وتشهد محافظة الجوف معارك عنيفة منذ أشهر وتسعى قوات الجيش لاستكمال استعادة السيطرة على مدينة الحزم مركز المحافظة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشي الحوثي الانقلابية